مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الحصة الخامسة من درس ما أنواع الخلائط لكن قبل ذلك سنقوم بتذكير اللي أهم ما رأيناه في الحصة الرابعة فقد قلنا بأن من أبرز خصائص الفلزات يمكن تشكيلها يمكننا نكونها نشكلها بالثاني إما بالثاني أو للتقطيع اخطعها أو الثقب تقبوها كما تتصف من بين الخاصيات كذلك ديها أنها موصلة للكهرباء الأسلاك النحاسية موصلة للكهرباء كالدوز الضوء الأسلاك الحديدية كذلك موصلة للكهرباء وموصلة للحرارة فنحن نملك نجد واحد السلك دي الحديد ونعرضوه للحرارة فنحسب الحرارة إذن فهي موصلة للحرارة وللكهرباء الآن نمر إلى الصفحة رقم 30 ونبدأ بأنطلقه ولاحظ الصورة تاني وأعبره هنا الصورة الأولى مكونات صلاتة الفواكه عندنا عصير دي الفواكه ثم في الصورة الثانية صلاتة الفواكه شلطة دي الفواكه صلاتة دفخوي صلاتة شو الفواكه التساؤل شنا هو السؤال اللي ممكن نطرحه عندنا هنا عصير دي الفواكه وهنا صلاتة دفخوي عصير دي الفواكه فكللاحظو المكونات هاد المكونات اللي في الكأس واش يمكن ننميزه كل فاكهة يعني نعرفه مثلاً الليمون نعرفه التفاح نعرفه الفواكه الأخرى ممكنش لأن هاد الفواكه ممزوجة مخلطة في الحالة الثانية في الصورة الثانية واش يمكن ننميزه كل فاكهة نعم يمكن مميزه يعني المكونات دي لها السلطة فالسؤال الذي سنطرحه هو ما هي أنواع الخلائط ما هي أنواع الخلائط شنا هي الأنواع دي الخلائط في الصورة الأولى شفنا خليط وفي الصورة الثانية خليط أيضاً لكن هاد الخليط هادا ما يمكناش نميزه المكونات دي لها بالعين المجردة يعني بالعين ما يمكناش نميزه مناش كي تكون أما في الصورة الثانية فيمكن تمييز المكونات دي لها السلطة سلطة الفواكه بالعين المجردة إذن في التساؤل قلنا ما هي أنواع الخلائط في الافتراض سنفترض أن هناك نوعين خليط متجانس وغير متجانس خليط متجانس وغير متجانس متجانس يعني لا يمكن أن نميز مكوناته بالعين المجردة محل هذا العاصر أما غير المتجانس فيمكن أن نميز المكونات دي لها الخلائط بالعين المجردة أختبره ونجز المناولات التالية لمناولة الأولى يعني التجربة الأولى الماء زائد الحليب جبنا الماء والحليب وخلطناه لمناولة الثانية الماء زائد شراب الفراولة إذن شراب الفراولة اللون دي له تقريباً وردي إلى أحمر خلطناه مع الماء ثم الماء زائد الزيت فكاللاحظه الزيت هو للفوق والماء في الأسفل الماء زائد الرامل جبنا الماء مع الرامل وخلطناه يمكن لحظه الرامل نزدل لتحت والماء طلع للفوق وقارنوا الخلائط المحصل عليها في كل كأس ثم أملأوا الفراغات بكتابة متجانس أو غير متجانس إذن سنكتبه متجانس غير متجانس فقلنا متجانس يعني لا يمكن أن نميز مكوناته بالعين المجرد ميمكناش نميزه كل مكون بوحده أما غير المتجانس فكيبنا كل مكون من فصل علي المكون الآخر لا يمكن التمييز بين الماء والحليب في الخليط واحد في الخليط الأول واش يمكننا نميزه ما بين الحليب والماء إذا خلطناهم ميمكنش لا يمكن أن نميز ما بين الماء والحليب في الخليط الأول لأنه خليط متجانس لأنه خليط متجانس ميمكنش نميزه ما بين الماء والحليب لا يمكن التمييز بين الماء وشراب الفراولة في الخليط الثاني كذلك في الخليط الثاني ميمكنش نميزه ما بين الماء وشراب الفراولة لأنه خليط كذلك متجانس إذن بقنا يمكن التمييز ويمكن التمييز ستوقف في الفيديو وتكتبه الجواب الصحيح وش متجانس أو غير متجانس إذن يمكن التمييز بين الماء والزيت في الخليط الثالث فكاللاحظ الزيت هو اللي طالع الفوق والماء في الأسفل إذن لاحظنا الزيت بوحده والماء بوحده إذن فالخليط هل هو متجانس غير متجانس إذن لأنه خليط غير متجانس يمكن التمييز بين الماء والرمل كذلك كاللحظة الرمل بوحده والماء بوحده لأن هذا الخليط كذلك خليط غير متجانس إذن الخليط المتجانس لا يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجرد الماء والحليب الماء زيت شراب الفراولة أما الخليط غير المتجانس فهو الذي يمكن تمييز مكوناته بالعين المجرد الماء زيت الزيت الماء زيت الرمل نمر إلى الاستنتاج أستخلص أملأ الفراغات بما يناسب المتجانس بالعين المجرد غير المتجانس يتكون الخليط من مادتين أو أكثر إذن لك شي لش نقبل فأختبره غير توقف الفيديو غير تقراب استخلص وتعمر الفراغات الخليط ماذا؟ هو الذي يمكن التمييز بين مكوناتين على الأقل من مكوناته بالعين المجرد الخليط هو الذي لا يمكن التمييز بين مكوناته بماذا؟ إذن كما قلت فكروا مزيان ثم ضعوا الكلمات في المكان المناسب إذن الخليط الذي يمكن التمييز بين مكوناتين على الأقل من مكوناته بالعين المجرد هو الخليط غير المتجانس الخليط غير المتجانس هو الذي يمكن التمييز بين مكوناتين على الأقل من مكوناته بالعين المجرد أما الخليط المتجانس هو الذي لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجرد ثم المعجم خليط ميلانج متجانس هموجين غير متجانس هتروجين هموجين هتروجين الثثميرو جَجُتْ اُنْ كُيَرْ دُسُكْرْ دُسُكْرْ جَجُتْ اُنْ كُيَرْ دُسُكْرْ سُكْرْ 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 مِلْعَقَ الغمح يعني كناخدوا ملعقة دي السكر سكرة وكنخلطوها مع ملعقة أخرى دي الدقيق دي الدحين وكنخلطوه مزيين يجو ميلانج جونتور كوركت وحيطو الجملة الصحيحة جوب تيين هتروجين جوب تيين يعني أحصل على خليط غير متجانس كيف نحصل على خليط غير متجانس جوبتين أحصل على خليط متجانس إذن قلنا ناخده ملعقاد ونخلطه مع ملعقاد ونخلطه مزيان فهد الخليط اللي غادي نحصل عليه واشي مكننا نميزه السكار بوحده والطحين بوحده يعني واشي مكننا نعرفه فين هو الطحين وفين هو السكار إذن وقفوا الفيديو وفكروا مزيان ولممكن تديروا تجريبة خدوا خدوا ملعقاد يالطحين وملعقاد يالسكار غلاسي وخلطوهم وشوف واشي مكن تميزه ما بين المكونات يعني واشي تعرفوا السكار غلاسي بوحده وتعرفوا طحين بوحده إذن لا يمكن التمييز بين مكونات هذا الخليط إذن فهو خليط ماذا؟ متجانس سنحصل على خليط متجانس إذن هذا كل ما لدينا في هذه الصفحة نلتقي في الصفحة رقم 31 إلى ذلكم الحين إلى اللقاء